خانق الذئب أو قاتل الذئب مع عالم النباتات والأعشاب بنطير معاكوا في كل أنحاء الدنيا بنتكلم عن الأعشاب وأسرار الأعشاب وفوائد النباتات بنشوف صنع الله سبحانه وتعالى في خلقه النهاردة مع نبتة جديدة اسمها خانق الذئب النبتة دي فعلا عجيبة جدا حينما نقف عندها نجد أنها استخدمت استخدامات هذه الاستخدامات سيئة للغاية جدا لأنها نبتة سم وبمجرد أن يتناولها الإنسان يشعر بدوار ثم اضطراب في ضربات القلب ثم ضيق في التنفس ثم تحدث الوفاء اسم النبتة خانق الذئب ما حكاية هذه النبتة وما فصيلتها وما وصفها وما البلاد التي تنبت فيها وما هي الخواص التي تختص بها هذه النبتة وما هو استخدامتها هذه النبتة من الفصيلة الحوذانية أما وصفها فهي نبتة على شكل درنتين الأم طولها يصل إلى 8 سنطي وقطرها من 2 إلى 4 سنطي والبنت تبلغ نصف حجم الأم التي يكون لونها أسمر مجعد لا تزد أوراقه على خمس أما موطن نبات هذه النبتة فتنبت هذه النبتة في سفوح جبال بلدان البحر الأبيض وتنبت أيضا في ألمانيا وتنبت في فرنسا وتنبت في سويسرا وتنبت في روسيا النبتة دي خطيرة جدا التاريخ يحكي لنا أنها استخدمت لاغتيال بعض الشخصيات المهمة نبتة خانق الذئب أو قاتل الذئب أما خوص هذه النبتة فهو عقار سام حر يابس وطعم هذه النبتة مر هذه النبتة فيها جواهر فعالة وبيستخلص منها عقار لعلاج التهابات القصبة الهوائية والنزلات الصدرية واحتقان الرئة كما أنه خافض للحرارة لكن من محظورات النبتة أنها إذا تناولها الإنسان يشعر بالطراب في ضربات القلب وضيق في التنفس ثم تحدث الوفاة لكن استخدماتها الطبية يستخدموا أهل الطب المتخصصون في هذا المجال كنتم مع خانق الذئب ومع نبتة جديدة تابعونا ولا تنسى أن تشير المقطع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر